معنا في الستوديو الخبير في تكنولوجيا المعلومات أيمن العيتاني صباح الخري يا أيمن كيفك اليومها؟ الحمد لله بنلبس خواتم بنلبس ساعات بنلبس التيشيرت بعد كده بيكون إذا بلبسه بيكون أش فيه؟ هل هي تكنولوجيا توبية عم تتحسن لألنا لمصلحتنا يعني من زمين أنزق ندخل ضغطي من نروح شو عم نستشفى روح شو حكيم كل بيوتنا هلأ عندها يواحد يفحص ضغطه تكنولوجيا بتحسن يعني على المعصم والخواتم وبعد لأديه معد أصحب وأصحب بس هالهدف منه كله إذا بيهمنا نحن نحسن جسمنا وصحةنا يعني هذي كأدوات بتساعدنا نعرف أكثر جسمنا شو عم يعمل أكلنا شو عم يعمل صحة ناعم تعمل يعني أيوة بس اليوم يعني قاعدة تصغر للشيء أكثر وأكثر يعني الساعة كنا مثلا في البداية الآن خاتم يعني كده هو الحلو الخاتم يعني أنه بيكون موجود يعني سواحد منه مكتاح بالساعات أو بيكون الخاتم يكون هيك صغير وهو عم يصغر أكثر وأكثر وهو يعني يعني كلا معاودين للبسخوات المسكين يعني 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 كلا قلت البسخوات أنا مودة ما حتنساها مرة ضيئة مرة ضيئة مرة ضيئة مرة ضيئة فهو الخاتم كان عم بيئيس يعني الدم ضغط الدم ودقة القلب والأكسجين بالدم وأدي عنام نحن رياضة أدي عم نمشي عم بيخب يعني عم بيدرس كل شيء ومع جهز التليفون عم بيخبرنا أن والله اليوم نهارك كان حافل أو لا اليوم خفيف لازم يمكن بكرة نشتغل أكثر النوم كمان بيئيس النوم قديش وكل شيء يعني هذا كان بيساعدنا إذا واحد بدي يحس النوم وكمان هذا بيخبرنا قديش عمل نام والتنفس كيف نحن والنوم وقديش الواحد مرتاح بالنوم والله هي صراحة هي مفيدة جدا خصوصا يعني الساعة مثلا تخدم في أماكن موضوع الصحة بالذات أحس أكثر شيء استفاد من الساعات أو أنه الواحد مثل ما قلت يشوفه ضغط دمه الكالوريز الهلث يعني بس يقول أنها ما بتعطي نتائج دقيقة أيمن يعني بالرغم من تطورها بس نتائجها مش دقيقة هل هي يعني كتكنولوجيا عم تتحسن وعم تكون يعني هذه هلأ هلأ تكنولوجيا أحسن من ما كانت من سنتين والأدية عم تكون بعد أحسن وهي كمان في صعوبة عليها أن هي صغيرة مثل ما تفضلت هي كتير صغيرة يعني بس الناس اللي يعمل تحب الخاتم هنا في ناس ما تحب تلبس ساعات معينة أيوة 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 فللابسة غير ساعة عليها بتلايه أنه أنا مش ومن يساعد أشخاص حتى كان يكون عندهم خيارات تاني لتعملها هو أهم شيء بالأخر حتى لو ستبتلل كقياس ما نه كتير أكيد بس أنا عم بلبسه كل يوم يخبرني هو يوم عن يوم التحسن أم ملائينة حتى لو هي مكان دقيقية 100% بفرجيني أنا بتحسن نومي وصحتي وحركتي أو عم تتأخر شوي أكثر وهيك يعني واحدة من أكثر الانتقادات لساعة أبل تحديدا اللي هي الشاحن يخلص على طول ما في أحد يعني كل الناس اللي مشتريين ساعات يقول لك ما تسرنا نلبسها بسبب الشحن مشكلة الشحن يعني ما عارف ليش مستمر هذه المشكلة إلى الآن وما عالجوها أبل كيف تتوقع بتكون خاتم سامسون بتجربات هلأ هنا بالأول عم يكونوا تقريبا أسبوع يعني فواحد يواحد يعني بيكون حيث أسبوعي لهم بدل مقبول يعني وما أسبوع ممتاز الساعة يوم ما تقعد والله وهلأ كنس بنحكي كاكة التكنولوجيا لأدين هي بعد الخاتم بعرف صغير وما بعد لأدين لحدي صغر أكثر حيصير تحت الجلد حيصير بالمعدة مثلا أنا هلأ عم تبعها أكلي مثلا معها أنا اليوم تحت الجلد هذا الدخل وبأضن عملية لازم تروح تصغير أعمالي صغيري بتعرفي بكرة بصير بالبيع صغيري بتجي لعنا على الكلينك بتخلصيه وبتمشي يعني مثل كده بتصير هيك يعني أنا اليوم عم تبعها أكلي بيأخذ صورة بسالتشات جي بيتي بل أنا حاكل هاي كم كالوري بيحلل لي إيها بكرة حيكون في شي صغير حنا حطه بماتي أنا عم بيأكل بيقلي تليفون بيقلي أيمان أنا خطف شوي ألو المعدة تتصل طيب أيمان ما أعرف يعني إيش ممكن متوقع لحظة أول شيء خاتم سامسونج حيشتغل على كل التليفونات تتوقع لو أبغادوا بآيفون مثلا أو كأب ولا بس ما هيشتغل على سامسونج الخاتم هيشتغل على كل شيء بس مش آيفون يعني كل شيء أندرويد وسامسونج الجي هواوي وغيره بس آيفون لا ونفس الشيء كمان أبل واتش بس يعني كل واحد عنده خطه إذا بدك خطه سياسي في ممنوع هذا مع هذا ينخرطون في يعني فبهذه الطريقة من شنك نحن في في غير خواتم كمان يعني في 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 واحد مؤسس من واحد الخواتم بتنافس سامسونج وغيره كتاب بحكي أنا ويقال لي أيمان أنا بعرف سامسونج حيطلع بخاتم ونحن كتير حنستفيد لطلو مفهمت سامسونج كتير أكبر منكم وكيف حتستفيد لطلو لأنهم أكبر منا لأنهم تسويق أحسن منا كل ناس حتسمع بالخاتم ويعرف الخاتم فبصير أنا هني أحيانهم يبيعهم هني بيكون فيه سامسونج وفيه غيرهم فهذه التقنية وبقوة سامسونج وتسويقهم الكبير لحبية تساعد كل هالنوع التقنيات الخواتم والساعة وغيرها لناس تتعود تستعملها وتشتريها أبل ما حتسوي واحدة؟ هلأ أبل تركيزهم على الأبل واتش أكتر شي يعني هلأ يعني هلأ أبل تجلس بأبل إليها؟ هلأ أبل هلأ يعني هلأ هلأ بعدما نحكي بس واضح إنه كأبلس ساعة كثيرة نصلا نسنوات عمشتر عليها وهني كمان كباعة ساعة باعة كثيرة هجاز تليفون هو أكتر شيء بس باع الساعة فيه إقبال كتير كبير حتى لو في مشكلة شوي كشاحن وهاك يعني بس العالم يلي عم تستعمله مرتاحين كتير لا يقدر يشتروا مرة واثنين وثلاثة واربع متى تتوقع يكون موجود هذا المنتج بالسوق هلا هو من يومين وسامسونج قريبا لحكون عندني هوم رسوا قريبا بس بمش هلا يعني بات شوي طيب ايش الأشياء الثاني اللي تتوقع أنه حتنزل حني لبسها في يوم ما هلا سنسمع الحنا إيلون ماسك غير التليفون فيها حيجينة من المعدة خفف لو سمحت هذا جاي وصعبي ها أنا عم بتصور حاليا لحواقف بحواقف أعطني شي ححطه سايلنت ممكن أخلص الصحن بس لو سمحته أوكي هذا ما صدق إيلون ماسك لو شوي بيفهم يعني فإيلون ماسك عم نشطل على تقنية تضحط كمان تكنولوجيا بالدماء خلانتين إحنا نقدر نحرك هلا نستعلم ماوس وكيبور نيورالينك يعني بسم الله هو يعني يعني بيحكي بأمور وبيوصل لقصول نيح منها بيقول خمس سنين ممكن تاخد سبعة يمكن عشرة بس بيصدق إيه فهو يعمل هلا على تكنولوجيا نيورالينك تضحط بالدماغ يلي بيقدر الواحد يحرك كيف هلا الماوس والكيبور على الكمبيوتر أو الجهاز وهيكي بكرة وفي ناس هم تشغل كون في ألعاب منا وهيكي وحتى في ناس إذا عندهم يعني عندهم مشكلة صحية ومش قادرانين يعني كدماغ يتحرك يحرك أجسام معينة أطعم الجسم كمان هي تحسن فيها فهيدي هم يحط وراها هو مليارات وفكره وجمعته وحكيه يعني هذي هذي هنوصل لها يعني طبعا نحن نوصل لها بس إحنا هنمر أول شي على الساعات والخواتم والتيشرتات هنشتري هنضيع فلوسنا في التفاصيل الصغيرة لأنه لنوصل للكارد هذا هذا حيكون خلاص يعني هذا يحت اخد قرد يحت بيع كل يوم وشاحن لألك المتنيني بتحطي ساحن الحلقة الأخيرة هذا آخر شيء لازم نسيب من الآن راتب التقاعد عشان بطاقة يأتك الفعافية أيمن شكرا على وجودك معنا اليوم